السلام عليكم وشراككم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لبس اليوم جيتكم فيديو وصفات البراج احنا عدنا في الشرق نقولوا البراج بس كيكين ما نطق بزاف يقولوا المبرجة احنا نقولوا البراج ان شاء الله وصفات احنا نعطيكم بزاف سهلة فيها ديزاستوس كيف الشيطيب هاد اللون حويج بزاف مفيدة وبيانسو غننا نحب الوصفة التقليدية ما نطولش عليكم شوفوا البراج كيف عراه يدفتت فقط الناس نعتذر من الناس اللي تقول لي قسمينا حبارني دفوا نقسم لكم دفوا العدد ديطاح هذيك هو سوى سوى على هذي اللي ما قدرش نفزد للون انبغ ولكن كي يعد عندي زايد ولا كي نتفكر اراني باذني الله ما نبخلكمش الوصفات عن هار اليوم حانو بدوها باذني الله لانو لا بست على البراج ولا المبرجة هو الدقيق وكان هذا هو الدقيق اللي استخدمت استخدمت هذي لا سمول مش وحدها بسكو هاذا راهو متوسط جاي شوية خشين وهذي هي الكمية الكبيرة اللي استخدمتها يعني خلطت بيناتهم ولكن اكبر كمية كانت تاع هذا البراج جوك هو تاع سان كيلو لانو الاخر خشين بزاف وهذا جاي متوسط البراج ميحبش الدقيق يكون رقيق خلاص لانو بعدها حيتعجننا دقيق تاع ناراكم شوفتوه بالنسبة للبسوس وش عندي فلبسوس ندير نص ثمن ونص زبدة بصح نغلب السمن على الزبدة انا راني درت عيني ميزاني درت كمية من السمن ودرت معها كمية من الزبدة عندي ملعقة كبيرة على سل وعندي الملح ملعقة كبيرة على ملح وعندي ما زهر روما انا سميت لكم كامل المقادير ولو شرح نحتاجه في البراج يعني اي واحد يعرفهم فقط اعطيت لكم انا اذا بغيتوا تتحصلوا على نفس النتيجة طو كان هنا دقيق لي كنت نستخدم فيها انا نخلط ولكن هذك الخشين اللي يخشين شوية انا ما درتش منه بزاف فقط باش ديني شوية هذيك الطعمات تاع الحرشية في الفملين ونحب المقروض والبراج يجيو شوية حرشين درت ثلاث كيلات تماما كما كنتوا تشوفوا خدمت بهات البورت موجيلي انها شوية كبيرة صراحة اخذت لي في كل كيلة الكيلة تحا تقريبا خمسمية وخمسين جرام من دقيق داكو درت ثلاث كيلات من الدقيق ودرت معاهم كيلة معمرة من السمن ولا البسوس البسوس كما قلت لكم وغلبوا السمن على الزبدة الناس اللي ما عندهاش السمن عندها غير الزبدة وحبها تخدم غير الزبدة كيتعودوا تديروا في الكيلة تاعكم تاع الزبدة زودوها يعني نديروا كيلة واربع احنا نقولوا كيلة ومفيضوها لانه النسبة تعدوهون في السمن هرا هي مهيش كيمال لاس جوز هنا لنقول لكم لازم يكون السمن تاعكم ولا هذاك البسوس لازم كيتخدموا به يكون سخون يكون دافي ماشي يحرق يكون دافي باش يتشرب لنا دقيق هذاك مليح خاصة ان اذا كانت الحبة تاع الحرشة تاعنا خشينة كل مين يكون شوية دافي راح اتشربها احسن وميجي ناش يابس وكما شفتوا هنا بعد ما دخلت هذاك السمن غير شوية برك اضفت الملحة تقريب لانه العقاد تاعي تاع العسل والملح العسل هنا الدور تاعه فقط هو اللي السر تاعه في الطائفة باش يطب حمر هو رو خلي البراج تاعنا يطيب حمر ما عندوش حتى دور واحد اخر لانه لبساه يعني الهشاشة تاع البراج هي في السمن تاعه اذا عرفتوا ديروا لبسوه ستاعكم مليح ودخلتوا السمن مليح خلاص انا راني دخلتوا تليبيا جبت حتى الخمس دقائق اقونا ندخل فيه ونعجن فيه بذيك الطريقة بعد ما تكتب لي رو شرب مليح هذاك السميد درت الماء الموشي هي هي كيلة غير ربع خالة ما بين مازهر وماء نفس البورت موشي هاديك بعد اللي ختمت بيها اراني بقيت نختم بيها هنا ما يجيكمش باللي روجاري اراني هو يزيد يشرب با لكم هنا تخضركم الحكا لاتيكس تيوخ تاعو ما تكملولوش الماء نديرو كيلة غير ربع ما ومازهر ونبدأ شفتوا وماني مانيش نعجن فيه هراني غير نخلط فيه باش نتأكد باللي الكامل دقيق تاعي وهاي ليك اللي هنا هذي هي اللي تاكستور تاعو ما يخلعكم ما وهلو رح نخليه 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 يرتاح انا هنا راني بليته الصباح و رح تضرت الغضاء مان بوحدة نص ساعة ولا وعاودت وليت له نخليه به هي ريح شوية ندخل طعم ونجدو الغرس بالنسبة للغرس احنا عندنا الغرس يعني المليح اللي نخدم بها نخدموه بالغرس تاع البطانة بس كو هذك يكون يرحيو فيه كلش وحتى الطعم تعوجي شوية شوية ولكن الغرس انا نشريه نجيه نحيلو هذك العلف و هذو الكبابس احنا نقولو لهم الكبابس ونرحيه في الرحاية ومن بعد نفوره بعد ما نفوره يتكونجليوه وتحبو تخرجوه وقت لاستخدام تلقاوه واجد يتحبو تخدمو بذيغا كتموه انا ديما نرحي كمية كبيرة نحطها في الكنجيلاتور واشاك فوه نحتاج نخدم بها حاجة تعغرس ولا نخرج على اغلا هنه بعد ما جبت هذك الكانتيتي ندير لها شوية تعجل جلانية المارا هذك تكون محمصة بيان ندير لها القرفة والقرنفل ونبدأ نعجنها هنه نديروا لها شوية بركة على السمن اضافه وورته إذا فورته الغرس تعكم عجنه بشوية تعسمن بركة ملعقة واحدة يا سمن يا زبدة وإلا كان ما فورته لازم تزوده شوية مثلا في هذك كونتيتي لستخدمتنا يا تقريبا راهوا كيلو جرام تعال يعني كيلو صافي هنا هنا راهوا كيلو صافي من الغرس إذا درتوا كيلو كي ما درت أنا يا راح نديروا لها فن من ثلاثة إلى أربع ملاعق كبارتع زبدة والاسمن مباشرة هنا راح نجيب بابي كويسا عندكم أي بابي أنا ندير بابي كويسا بسك شوية صحيح ندير له شوية تعزيت ونطرحو نطرح هذاك الغرس هما راح نعطيكم يعني طريقة بسيطة خلاص خاصة يعني اللبنات اللي جامي داروا الغرس البراج عفون هذ الطريقة بزاف سهلة ما تغبنكم ش كون بلات ما بسكو كي الناس ما يعرفوش يحلوه كون يحلوه من تحت هذك الطبقة اللي جي من تحت تعرى خلاص من العجينة طبقة يفوقوا جي خشينة وفي النص يقعد البراج على وغانا طرحت هذك الغرس الاخر اللي حبيتو على هذك البابي كويسا والعجينة تعي شوفوها بعد ما يعني فتلها غير نصف ساعة فقط نقسمها على ثنين وحده راح نديرها طبقة من اسفل والخير راح نديرها طبقة من آلة إلا راح طوني منذ بدايتي في اليوتيوب وأنا نخدم بهذا البابي بزاف بخاتيك اقتصاديين ويساعدوني كلكو سوا في البراج في المقرض في اللي سابلي لانك بزاف براتيك حتى هنا في هاد الوصفة نطرح العجينة هذك اللولة ولا هذك لابول اللولة نطرحها كومبلي على هذك البابي فقط لنا هنا ما نطرحو هاشر قيقا بزاف خاصة ندي من التحت لتحت نديروها شوية خشينة لأنه هي من بعض حيكون عليها ثقل غير لو كان نديروها شوية قيقا ونزيدو نحطو عليها الغرس ونزيدو الطبقة الثانية هذي احنا نحلو شوية بالرولوبرك وهي شغل في ساعة تترقق معانا يعني تترقاق ونوكو ما يجيوش للطبقاتين متساويتان نسيت اللغة العربية ومن بعد شفتوني كيف اجدرت حتى طبقة ثانية هذي الطبقة الاولى وهذك طبقة ثانية تحبوا تحلوهم بنفس الحجم بشرط انه لا تكستيوغ تاعنا تاع العجينة لازم تكون نفسها لا تكستيوغ تاع الغرس لكن يكون الغرس تاعنا هي ابسوا العجينة طريية هرايح هاجينة كاتاستروف يعني ما يشح ينجح لكم هراح هاتقعد العجينة هذيك تطايش والغرس يقعد في المنتصف تهمتوني يسمى يتعرى ودونت لازم يكونوا في زوز طريية من نفس الطراوة وهي لك الطريقة اللي هنا راني خليت لكم شفتوا بالتفصيل نحطيت هذيك طبقة من اسفل قدرتها شوية خشين على هذي اللي يجي من الفوق نحاولو نغطيو هذيك الاجزاء اللي تقود باينة منها تاع الغرس والله نغلفو هذوك الجنب تريبيا من الغرس ومن بعد نزيدو نعودو نغلفوها ونطرحوها الارتفاع اللي حبيتو وانا ما نحبش البراج يكون رقيق بزاف لانو الاصل طال البراج يجي شوية حاك ما روحو ما يجيش ورقة نو كان كملت طرحتو ومبعد جبت هذي اللي بزاف بخاتيك سوغتو الناس اللي تحب في ساعة تكمل عليها دونك بزاف هايل ما خرج لي شوية صح اللي يشوت شوية بزاف بصح الحبات تخرجو كامل ايدانتيق وادا هو السر في الحبات اللي جوني سوا سوا خاصة الناس يتخدم ليكو وما دونك ننصحكم بزاف بيه انا هادا تاي شوية كبير كاللي صغر منو انا نحب هذي الحجم وشوفوا الطريقة كيفاش نطبع به صدقوني اريعة بزاف شوية بركلي شوت هذو اللي يخرجو مو ثلاثات يخرجو باسكو باليد نحاولو ننقصو فيهم تماما وهنا هوريكم طريقة كيفاش ننخدم انا ما تخطينيش هذي الكوبات ولا هذي القراتوار شوفوا وهي اللي نهز بيها البراج ما يتعوج لي موالو وهنا لو كان يجي البراج تاعكم ولا العجينتاكم جي جارية رح تغبنكم في الخدمة نوك على هذي اللي قتلكم تقيدوا بالوصفة والثاني اللي هنا يا بعد ما شوفتوني كيفاش هزيتها تبعوا فقط الطريقة باذن الله رح تنجحوا فيها رح ننقص خلاص على النار البراج يحب النار ناقصة خلاص وبينسير منقلبوش الجيهة الثانية حتى نطيب الجيهة الاولى باسكولو كنتو قعدو تقلبو كل دقيقة رح يتفتت معاكم بيانسير يغدو تنزنطو نمسحوها بش ما يقعدو لناش هذوك الحبات المحروقين ويفزدو لنا الحبات الجدد وانا يكمل طيبة البراج تاعي كامل ونشوفوه في سحن تقديم كنت هذي يوصفتنا لنهار اليوم جبتلكم براج سهل ان شاء الله هتجربوه وينال اعجابكم ما بقى لي غنقلكم شكوركم بزاف خلاص على التعليقات الايجابية اللي خليتوا لي في الفيديوهات المؤخنا واخران انقلكم اتلقاوا في وصفات جديدة مع سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة